طيب خلينا أخد سؤال من الموجود معنا حد بيقول بما أن الدنيا هي أيام معدودة وخلاص وحياة الواحد بتنتهي ليه إحنا بنقعد نشتغل ونتجوز ونجيب ولاد ونعمل فلوس لما إحنا بنسيب كل الكلام ده والدنيا في الآخر هي فانية هو لازم نعمل كده لأن سيدنا النبي قال هنا نعمل كده وعمل لدنياك كأنك تعيشه أبدا ثانيا لو آباءنا وأجددنا انتهجوا النهج ده ما كناش نحن نجينا أصلا صحيح ما كانش حيبق فيه دنيا حياة حياة إنما الصلاح والإصلاح في أربع أقسام في القرآن الفاسدون والمفسدون والصالحون والمصلحون أعظم فئة أو طائفة المصلحون ثم الصالحون ثم الفاسدون ثم المفسدون فإحنا لازم نصلح نكون مصلحين إن إحنا نعمر الحياة لأن من وظائفنا في الدنيا هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها ترجمة نانسي قنقر